والحمد لله السنة دي يعني طبعاً إرحششين إحنا نزيد بقى فعلاً لقف هنا ترشحتي الدور ده إزاي الأستاذ إبراهيم إبراهيم في مكتب فريم للكاستنج هو رشحني للدور وفعلاً نزلت عملت أودشن مع كذا يعني ممثلة كانوا معي في الأودشن تقريباً بعد شهرين كلموني أقولوا لي أنه أنا أكسبت آه بالزبط كده وبس وبتديت بقى أنا أشتغل شوية على شخصيها الشخصية مش كبيرة قوي كمساحة فيلم وسلسل بس بحد ذاتها الفرصة أنك تشتغل مع الدكتور بيتر ميمي ومع قدام أستاذ فتحي عبد الوهاب أنا يعني كان حلم حياتي أصلاً نشتغل قدامه ولو حتى جملتين يعني فبالنسبة لك ده كان يعني ما بصيتش بقى على الحجم على قد ما بصيت على فكرة الفرصة بحد ذاتها قدي إيه هي قيمة قدي إيه هي هضيف لي يعني أنا بشتغل مع عمل قبل آخر أستاذ بيتر ميمي طبعاً مبدع بكل الشوت وبكل الفريم كان يعني دقيق جداً تفاصيله كتير قوي فاستمتعت خلال الشغل بكل الحاجات اللي أنا تعلمتها أصلاً يعني في المسلسل ده طيب احكي لنا بقى زي استعديتي للدور يعني يمكن إحنا والمشاهدين كمان عايزين نعرف دور زي ده أنت قدرتي تستعدي لي زي؟ طبعاً يعني أنا بحب التفاصيل كتير قوي وبحب أقرأ وعلى اعتبار أنه شخصية نظام الملك هي شخصية حقيقية فحاولت أجيب الفترة اللي هما فيها بيلبسوا ازاي بيتكلموا ازاي حتى يعني قريت كتير قوي على فكرة السيدات في تلك الفترة كانوا بيلبسوا ازاي بيتعاملوا ازاي طبعاً ما لقيتش للأسف مصادر على شخصية جلنار نفسها بس عرفت أفهم المرحلة وعرفت أفهم التاريخ المرحلة دي وهم كانوا بيتعاملوا ازاي وكده وحاولت بقى من خلال ده أني أنا أعرف تجمعي بقى بقى أنه لما ابتدينا شغل طبعاً كان فيه بروفات يعني في اللوكيشن ودكتور بيتر طبعاً ادينا كل الإنسراكشن بتاعته اللي هو أنا عايزها من هنا عايزها من هنا طب نتكلم كذا لحد ما وصلنا للشكل اللي هو طلع على على الشكل اللي هو طلب